بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين اللهم صلى عليه سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تفسير رؤية حلم المشي في المقابر في المنام لابن سيرين يرى ابن سيرين ان المقابر في المنام بتشير الى الحزن والهم للرأي اذا رأى شخص انه يمشي في المقابر في المنام وكان يشعر بالخوف فهذا بيشير الى ارتكاب الزنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى اما اذا رأى شخص انه يسكن في القابر في المنام فهذا بيشير الى سجنه في الواقع تفسير المشي في المقابر في المنام بيشير الى عدم قدرة الرأي على تحمل المسئولية اما اذا رأى شخص انه يسير في القابر فهذا بيشير الى شعوره بالوحدة والحزن رؤية الشخص يمشي في المقابر ويقترب من قبره معين فهذا بيشير إلى الفتنة وخسارة المال المشي في المقابر في المنام بيشير إلى وجود شخص يشطاق له الرأي ربما يكون بسبب السفر أو الهجر أو الوفاة أما إذا رأى شخص أنه يمشي بين الكبور في المنام وكان ليشعر بالخوف فهذا بيشير إلى قدرته على تحمل المسئولية والعيش فيه هدوء وراحة أما إذا رأى شخص أنه يمشي في المقابر لزيارة أحد الأشخاص الصالحين فهذا بيشير إلى التوبة إلى الله والهداية إذا رأى شخص في المنام أنه يمشي بين المقابر فهذا بيشير إلى المشاكل والأزمات التي يعاني منها وتسبب لها الحزن كراءة الكلمات المكتوبة على القبر في المنام بتشير إلى وجود بعض الأعمال التي لا يرغب الرأي في تنفسها أما إذا رأى الشاب العزب أنه يقوم بالمشي فوق الكبور في المنام فهذا يشير إلى زوجه تفسير حلم المشي في المقابر بشكل عشوائي بيشير إلى الخبطات التي يعاني منها الرأي ورؤية المشي بين المقابر في المنام بتشير إلى خسارة المال في أشياء ليس لها قيمة تفسير رؤية المشي في المقابر في منام العزباء تفسير حلم المشي في المقابل للفتاة العزباء بيشير إلى حزنها بسبب تأخر الزواج والفشل في العلاقات العاطفية مشي العزباء بين الكبور في المنام بيشير إلى الضغوطات النفسية التي تعاني منها أما إزارات الفتاة العزباء إنها تسير بين الكبور في المنام فهذا يشير إلى الخلافات العائلية التي تعاني منها المشي في المقابل في المنام للفتاة العزباء بيظل على فقدانها للشيء أهم اما اذا العزباء انها تمشي بين الكبور مع شخص غريب فهذا يشير الى زواجها من هذا الشخص والاستقرار في حياتها الزوجية معهم رؤية المشي فوق المقابر في المنام للفتاة العزباء بتشير الى انتهاء المشاكل التي كانت تعاني منها وتفريج الهموم وزوال الحزن والقرب تفسير رؤية المشي في المقابر في منام المتزوجة المشي بين الكبور في منام المرأة المتزوجة بيشير الى حالتها النفسية السيئة وشعورها بالوحدة تفسير حلم المشي في المقابر للمتزوجة بيشير الى ارتكاب المعاصي وحب الشهوات إذا ارادت المرأة المتزوجة انها تقوم بالسير بين الكبور في المنام فهذا يشير الى اصابتها بالحسد من اعدائها أما إزارات المرأة المتزوجة في المنام إنها تمشي بين الكبور مع زوجها فهذا يشير إلى الاستقرار في حياتها الزوجية والحب والود القائم بينهما وبين زوجها رؤية المشي بشكل سريع فوق الكبور في المنام للمرأة المتزوجة بتشير إلى تحقيق الأهداف التي كانت ترغب في تحقيقها وقد تشير هذه الرؤية إلى حصولها على فرصة عمل جديدة تفسير حلم المشي في المقابر للمرأة المتزوجة وكانت تشعر بالسعادة فهذا يشير إلى حملها في القريب العاكل رؤية المشي في المقابر في منام المرأة الحامل إذا رأيت المرأة الحامل إنها تقوم بالمشي في المقابر في المنام بيشير إلى انتهاء الأزمات التي كانت تعاني منها رؤية المشي الحامل فوق الكبور في المنام بتشير إلى سهولة الولادة والتمتع بالصحة هي والجنين إذا رأيت المرأة الحامل إنها تقوم بتنظيف المقابر في المنام فهذا بيشير إلى تحقيق أمنية لها كانت ترغب بها أما رؤية المشي بين الكبور في منام المرأة المطلقة من الرؤى المبشرة التي تحمل لها الخير تفسير حلم المشي في المقابر للمرأة المطلقة بيشير إلى انتهاء الحزن وتفريج الهم إذا رأت المرأة المطلقة أنها تقوم بتنظيف المقابر في المنام بيشير إلى حزن أخلاقها وشدة إيمانها بالله وقد تشير هذه الرؤية لتحقيق الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها أما إذا رأت المرأة المطلقة أنها تمشي في المقابر مع زوجها السابق في المنام فبتشير الرؤية هنا إلى رجوع لها والعيش في حياة مستقرة بدون خلافات أما رؤية المشي في المقابر في منام الرجل من الرؤى المحمودة التي تجلب له الخير والسعادة إذا رأى الرجل أنه يمشي في المقابر مع صديقه فهذا بيشير إلى العلاقة القوية التي تجمعهم مع بعض وقد تشير هذه الرؤية إلى وجود مصلحة مشتركة بينهما سوف يحصلون منها على الرزق الوفير رؤية المشي بين الكبور في منام الرجل وكان يشعر بالحزن فهذا بيشير إلى انتهاء المشاكل التي كان يعاني منها أما إذا رأى رجل أنه يقوم بالمشي فوق الكبور فهذا بيشير إلى حصوله على منصب مرموك ومال كثير أما إذا رأى الرجل المريض أنه يمشي بين المقابر في المنام فهذا بيشير إلى شفاء من الأمراض والتمتع بالصحة والله تعالى أعلى وأعلم ده كان تفسيرنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته